قبل نحو أربعة عقود لعب بازار طهران الكبير دوراً رئيسياً في الإطاحة بنظام الشاه والإتيان بالنظام الحالي ومنذ ذلك الحين لم تكن السوق إلا داعمة لحكام إيران وسياساتهم غير أن الأفق الإيراني المعتكر بسحب أزمة اقتصادية خانقة منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي بعث من جديد روح التظاهر والاحتجاج في شرايين السوق العريقة التي تكتظ بنحو أربعمائة ألف من التجار والحرفيين يسيطرون على ثلثي التجارة في البلاد ما يقدم بازار طهران كقوة ضغط اقتصادي وسياسي لا يستهان بها انهيار العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي كان السبب المباشر في اندلاع شرارة الاحتجاجات الأخيرة في إيران وفي القلب منها بازار طهران الكبير حيث أصيبت مراكز التسوق التي تعتمد على البضائع المستوردة بصدمة كبيرة بعدما حضرت الحكومة الاستيراد بصورة مفاجئة في محاولة منها لخفض الطلب على العملة الأمريكية ووقف انهيار الريال الإيراني تصرف دفع الكثيرين إلى سحب مدخراتهم وشراء الذهب والعقارات للحفاظ على قيمتها غير أن هناك من المحللين من يرى في الأزمة الحالية انعكاسا لصراع على السلطة بين تياري المحافظين والإصلاحيين فالجنرال رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي والذي كان كذلك قائدا للحرس الثوري قال قبل أيام إن الأمور تبدو أحيانا وكأن الدولة يمكن أن تدار بصورة أفضل بدون الحكومة أو روحاني تل ذلك دعوات من قبل بعض البرلمانيين المحافظين إلى محاكمة روحاني وبحسب المحللين فإن الأزمة الحقيقية في إيران لم تبدأ بعد فعقوبات واشنطن التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بغير المسبوقة سيبدأ تطبيقها بعد عدة أسابيع ما يضع الحكومة الإيرانية أمام تحديات ربما تهدد بقاءها في السلطة وهو الأمر الذي دفع البعض إلى القول إن روحاني سيكون محظوظا إن بقي في السلطة حتى الخريف المقبل